اشتركوا في القناة والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم دعونا نبدأ حفلنا هذا بقرارة آيات بينات من الذكر الحكيم يطلوها على مسامعنا القارئ عماد مساوي فليتفضل المشكور اشتركوا في القناة إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجذار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى سبح له ما في السماوات ولر وهو العزيز الحكيم لظروف صحية لم يستطع أن يكون بيننا فعسى الله أن يرفع عنه كل قلق ووجع نستمع الآن إلى الأستاذة نستمع الآن إلى الأستاذة خديجة الله لكن لظروف خالجة عن مرادتها أيضا لم تستطع أن تكون بيننا أستاذتنا الفاضلة نقدر ما بذلتيه من أجلنا من جهود مطنية وكنت أهلا للشكر والتخدير لذلك وجب علينا تخديرك فلكنت أخذ من حق التنمى المقبلة وذلك أستمنى إن شاء الله تعالى أن أجدكم في أحكم الزرور وأهلائها وأن أجدكم فيها على المرادة بإبنه تعالى فرصة أن تكون النشاء والنشاء اليسمى والتخدير حملتني هذا النشاء لذلك كل الخير ثالثا أن أجدكم في الإدارات المغربية أن أجدكم في المحافظة في المحافظة في أينما كل أحافظة والمحال لكن كنت أخذتكم في الإجازة فنحن نتخلش في المحافظة فأولا لكم لذلك من أرى أن أليس افتارا أو متاعدة فنحن نتخلش في المحافظة وخمات السمين تعالى فنحن نتخلش في المحافظة أن يكون من خلال الكربية أن تهيد الله ومعراتنا من صريحكم وأن أجد إفعادكم وأن يبقى عنكم وأن تكونوا خيرا كل وكي وأن تعمل المحافظة وأن تكونوا خيرا فنتحن نتخلش في المحافظة وفي وقت المناسبة، فهذا اليوم، فحثت أنها تتخبر كبيرة جداً لكي حمل المسؤولية في مصر وقارب وقوطنا في المحافة الإذنية وكذلك المهمة والعافية أول مطلق والنهمة متنمت أن تكون الدول والسلاة إن شاء الله تعالى في مطاركم ذلكم مضافة علماً، وذلكم فقر، وذلكم تقوى كل الوزن وقوة إحترام وقوة إحترامات الأعزاء أحيكم المناسبة وأقول لكم وفقر شمال الله وإذن مهاركم وحقلكم لإذن الحالة ومنتقلت إن شاء الله إلى حق الإذنية أخرى وحقنا بمطار علمي موطق الجميع أقول لكم بهذا وأسأل الله عليكم ولكم أن يحسنا وأن يدفت أم أن أدفت أم عاليكم وأن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يؤفتكم لحق الإذنية أدفت أم عاليكم ننتقل الآن إلى سماع كلمة الأستاذ بكم شكوره جزيرة شكري على مجموزاته المبذولة معنا لإحيان هذا المحفل الكريم فليتفضل مشكورا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحياتي ببار جميع طالباتنا وطلبتنا الأعزاء المتفوقين والناجحين ونهنئهم بدايتان ونبارب لهم هذا النجاح وهذا التفوق وهذا التمييز وهذا الحفل البهيج الذي ينظمه على شرفهم وفرحا بتفوقهم وفرحا بنجاحهم نتمنى لهم نصار علمي متبييز ونجاح في حياتهم المهنية وكذلك الشخصية بداية والمناسبة شرط بعد هذه التهنئة لا بد أن نجدد دائما في حديثنا وفي كلامنا الشكرى لمن كان سببا في هذا التتويج لمن كان سببا في هذا النجاح لمن ساهم لمن ساعد لمن سالد لمن دعب لمن وقف لجانب طالباتنا وطلبتنا حتى نحرز هذا التفوق العلمي الذي تفخر به عائلاته ونفخر به كذلك نحن كأساتها ترسناه ويفخر بهم كذلك المجتمع لأنهم سيشكلون لمنة سيشكلون إضافة نوعية من أطول هذه الدولة من مجتهدي هذه الدولة الذين ستكون لهم شعر ومراسل مستقبال في هذه الدولة إذن أول من نشكر نشكر الله تعالى على أن وفقكم وأن بارك في خطواتكم وأن سدد إجاباتكم في الانتحام وأن بوأكم هذه المكانة وتخرجتم من هذه الكلية من أجل أن تبدأوا الخطوة الأولى في مصاركم العلمي القادم في الدراسات العليا إن شاء الله تعالى ثم نشكر كذلك الوالدين الأب والأم كذلك الذين دائماً هم السنة هم الدعم هم الذين يعطون ذلك الحفيز القوي من أجل الاستمرار في التحصيل لأننا نعرف جيداً أن يمكن تفعل أي حاجة يمكن تشتغل أي عمل عمل اللي في فقط تنفيذ مجموعة للأوامل عواذ أن تدرس عواذ أن تبحث عواذ أن تقوم بالمحشعين بالمحشعين كذلك يغرر بنفس الراس يجب شقيقات يجب الاكتئاب يجب جموعة الإنه هواجز في الحياة وبالتالي ما تلقى يسببك ما تلقى يقولك بازال بقي شوية أراك قريب توصل الوالدة ديالك أولاً وبالتالي هذا الحق من أجل أمهاتنا أولاً لأنهن اللواتي يكابدنا معنا الشيء الكثير يعيشنا معنا جميع اللحظات جميع اللحظات لفرح والحزن والكبه والتعب الذي يعيشه طلبه وبالتالي هم الأولى بهذا الحفل وهذا الفرح وبالتالي هذه سلة الحسنة هو أن نتقاسم سعادتنا مع الآخرين أن نتقاسم فرحتنا مع الآخرين هذا التقاسم هو من أجل رد الاعتبار هو من أجل القول شكرا أمي شكرا أمي على مساندتكم على مساعدتكم على وقوفكم إلى جانبنا ها ثمرت مجهودكم طرونها بين أيديكم ثم كذلك الشكر لأساخذنا الأجلاء الأفاضل الذين كانوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل تدريسكم من أجل تعليمكم من أجل المقوف إلى جانبكم من أجل إرشادكم من أجل توجيهكم ثم كذلك شكر منا نحن لأساتذة هذه الكلية إليكم أنتم المتفوقين المتوجهين الذين حصلتم على هذه الدرجة هذا الشكر هو أنكم استطعتم أن توصلوا تلك الثمرة التي حاولنا أن نزرعها فيكم من اجتهاد ومن مفاورة حتى تصل إلى هذا المستوى إذن هريئا لكم بهذا المصار العلمي المتميز ونتمنى لكم مصارا مهنيا متفوقا إن شاء الله وتعالى في الأيام الخاملة نراكم في مسؤوليات في وظائف تستحقون إن شاء الله حتى تكون الفرحة مضاعفة شكرا جزيلا لكم السلام عليكم أحبوك أربع وأربعون طالبا يتخرج اليوم أمامكم يوم النجاح في ليلة عمر يوم نفني فيه قمرة اجتهادنا ونتذوق فيه حلاوة النجاح اليوم نقف على أهتاب سنوات ثلاث مضت مضت حينا في طراخ وحينا في تعشر وانتهت رحلة في لنح البصر إلى من تركت لنا فنشان قهوة فوقفت من الدراس وأخرمت علينا بكثير من الدعاء إلى من أرحق كان له العمل فقدم لنا آله وشهده في سبيل راحتنا إلى من أرحقناهم بشكوانا فلم يملوا وأظننا عليهم بمكانمة فلم يكلوا إلى أمي التي تخلص بين الحضور نحن اليوم نحفظ مع روية نور إنجازنا اليوم هو إنجازكم كنتم فشكر بحجم عطاركم إلى أهلنا الذين بهم خلبنا الواقعات ولهم نعود دائما وأبدا إذن نطلب من الحضور الكريم الوقوفة باستخدال الرجي دفعة 2021 تخصص كانون خاص تحت تصريقاتكم جزء اشتركوا في القناة 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 توزاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شيمة حمت زياني اشتركوا في القناة زهراء اشتركوا في القناة 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 ريزلين همي طيبا سهيلا جلال طالبا من اللجمة القنظيمية ابتسام حرلي أبت إلا أن تقدم ورضا للأستاذ قريشي مصطفى شكر لنا على المجهوداتك المبثولة صراحة لو لا أستاذ قريشي مصطفى لما اجتمعنا اليوم هنا شكرا لنا على المجهوداتك المبثولة شكرا لنا على المجهوداتك المبثولة موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 احدى طالبات كليةنا العزيزة أبت إلا أن تشاركنا فرحة تخرجنا بإلقاء ما يزول خاطرها في هذا اليوم مشاعرها المختلفة هكذا وقمنا الصفور فلتتفضل تخرجنا احتساب خلدي مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله ومن وفر الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بإسمي وبإسم جميعي زملائي وزميلاتي ورحبوا بكم جميعا أيها السادة الأساتذة الأفاضل كل بإسمه وصفته آباء وأمهات الطلبة والطالبات المتخرجين والمتخرجات أيها الضيوف الكرام أهلي أحبابي أصدقائي وزملائي تحية معطرة فوفها تقدير ومحبة ونجاح يتلوه عطاء لا ينتهي أقفوا الآن أمامكم لأعذر لكم عما يدور في خاطر هذا اليوم الحمد لله للمولى الذي بلغني هذا اليوم السعيد الحافل بمشاعر لا توصف بآلاف الكلمات مشاعر انتجت بالفرح والشكر لله عز وجل وللوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما لكل منا أيام مشهودة تبقى في الدكرة ولا ينفوها الزمن ويأتي يوم التخرج ليكون اليوم الأسعد من بين تلك الأيام لن أقول أن هذه السنوات كانت سنوات عادية بالنسبة لي بل مرت قاطرة الدراسة والتحصيل العلمي بالكثير من العوائق والمتاعب جمعته فيها بين الألم والأمل بين الاستسلام للحظات اليأس والوقوف بقوة من جديد وبعزيمة من أجل تحقيق حلوه الذي طال انتظاره من يعرفني عن قرد يعلم أن سنوات دراستي بهاته الكلية قد طالت لأكثر من ثلاث سنوات وأنا أصرح بها اليوم أمامكم وبكل فخر نعم قد يكون التخرجي تأخر لسنوات لضروف صحية ومرضية ألمت بي في منتصف رحلة الجامعية واعتزلت فيها واعتزلت فيها مدرجات الدراسة وقاعات الامتحان إلا أنني لم أستسلم لحظة واحدة حتى وعن جالسة كرسي متحرك كان دائما الكتاب هو دوائي وعلاج نفسي قبل دوائي جسري أنا اليوم أقف أمامكم جميعا وبصحة جيدة الحمد لله وأنا كل فخر واعتزاز أنني لم أترك مجالا للمرض أن يأخذ مني تحقيق الحلم الذي لطالما تمنيته وكم من ليالي التي حلمت بها بهذا اليوم اليوم الذي أرى فيه أعين أمي وأبي تغرر بدموع الفرح والاعتزاز به صهرت يا أمي صهرت يا أمي وأنا طفلة صغيرة بالأمس وها أنا اليوم طالبة متخارجة في شعبة القانون الخاص وغدا إن شاء الله سترينني في أعلى المناصب بإذن الله فلتفرحي يا أمي فلتفرحي بنجاحي يا أمي فدموعك والله غالية أما أنت يا أبي يا سندي الأول والأخير بعد الله عز وجل هل تذكر وعدي لك؟ وأنا طريحة الفراش ابنتك اليوم طالبة مجازة في شعبة القانون الخاص تترك باب مباراة الملحقين القضائيين أهدي تخرجي اليوم إلى والدي الحبيب الذي مدني دائما بالحب والحنال ولم يقصر يوما من عطائه ماديا أو معنويا فلولا تضحياتك يا والدي لما كنت خلفلت يوما ما أنا عليه اليوم إلى أمي الحبيبة إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمها والتي أرى في عينيها شوقا للحظة تخرجي الذي كان أكبر أحلامها إلى أخواتي وأخي العنقود وأخي الغالي الذي كان دائما أستندى لي بسبيل استكمال الدراسة بالرغم من المعاناة التي ألمت بي كما لا يفوتني أن أنوها وأقدم جزيل الشكر بإسمي وبإسم جميع زميلاتي وتملائي وأقدم وجميع تملائي إلى جميع أساتذة كل بسفته وإسمه الذين تطلمدنا على ألبيهم في لتهاته السنوات وكانوا دائما يمدوننا بتوجيهاتهم العلمية التي أفرت بشكل إنجابي في تكويننا الجامعي وفي الأخير أريد أن أقدم نصيحة لطلب المقبلين على بداية مسيرتهم لا تتركوا مجالا للضروف أو المرض أن يهذب أحلامكم آمنوا بأنفسكم وقدراتكم وتحلوا بالصبر والعزيمة والجد والمصابرة ولا تتركوا مجالا لليأس أن يتسنل إليكم وأنا على يقين أنكم ستصلون بإذن الله أفديكم جميعا تخرجي هذا وأقول لكم مرة أخرى شكرا جزيلا لكم وأدعو الله عز وجل أن ينير طريقكم ويطيل في عمركم ويرزقكم الصحة والعافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجل أودت أن أشكرا والدة طالبة كابيشة بتسم قلبي لحضور المعنى تصفحات والدة طالبة كابيشة بتسم قلبي أيضا ضعي حفظوني كابيشة مناسبة لتحصيل دراسي جيد وأود أن أشكر كل طلب الذين ساهموا في إنجاز هذا الحفل وأحب أن أهانئ نفسي وأن أهانئ جميع طلب الخريجين بهذا اليوم الذي طالما انتظرناه طويلة وشكرا أفضل إلى والديها أو إلى كل من فعدها في هذا الإله أن تصل إلى هذا اليوم أنادي الطالبة الخريجة أميمة زيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الفطوة في مسيرتنا الدراسية فهذا النجاح هو ثمرة الجهد وبفضله تعالى مهدات إلى الوالدين الكريمين حفظهم الله وأدامهما نورا لدربي ولأخي الوحيد إلياس عوني وسندي في الحياة سمنيت لو كان معي في هذه اللحظة ولكل عائلة الكريمة التي ساندتني ولتزاد تساندني إلى رفقات ورفقاء المشوار الذي قاتموني الفرحة وإلى السيد العميد والدكاتر الكرام وكل مربيين الأجيال لكم كل الشكر والتقدير على جهودكم وثقتكم حفظكم الله ورعاكم وأخيرا إلى كل من كان لهم أثر على حياتي وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلبي أسأل الله تعالى أن يعينني على خدمة وطننا وديننا شكرا لكم جميعا بهذه المناسبة أريد أن أقدم جزيل الشكر لكل الآباء لكل الأمهات فوالله لو لاهم لما تخرجنا اليوم وإذا طالب أميمان زيان عائلتها الصغيرة ووالله طالب أيضا كوكب أشه أيها المحفل الكريم نشكركم ختاما تشريفكم لنا في هذا اليوم المبارك ونشهدكم أمام الله وعباده بأننا سنحمل رسالتنا ونؤدي أمانتنا ونكون بخرا لأمتنا وفقرا بأرقاننا كما نسكر اللجنة المنظمة على تعبهم وسهرهم وتخملهم ما شقة وعبء تنظيم هذا الحر نسأل الله أن يسدد خطانا لما فيه خيرا وأحسانا وآخر دعوانا ألي الحمد لله رب العالمين بحكي يقولون كان طالبة زهيلا جلال نشه من الخريجة نشه خريجة في سنة 2120 تخصوص القانون القارب ومارا طغار نمزح بل إيج من حظن تقاروش إيج من حظنك بسطة يفقا نخص أن أعباء الوليدين من نصف مارا من 30 عدوك ينوع في سنواتات في عدوان كن طالب مش حيكي السنوات وشاهدك وغا يخصص أعباء الوليدين من نصف فمارة من كسكسين الهوم ومن المصاريخ دعم النادي دعم المعناوي صراحة نشكا الوالدي من طار فما مش اني غريت تقليقينو معليك وجيكو الوالديين إلي وانطفوا بانهارة صراحة وانتوني وانتوني امش نوم خارة صراحة وصريت نقومينو بضاقي الحفلة فاحق مططس بسنة الاولى من الجامع الممي بذير طبعا اتمنى انظر المرتبة فاحق الوالديينو سنين ولكن الوالديينو سنين ولكن الوالديينو صراحة مططس حيث مانشو قال الوالدي يتكسي تمارا الوالدي يتكسي مناس ولكن الوالدي وكن الوالدي واستطيع انتظار ايهاييي يتكسي من قبل وانتوني 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 وانتونيهيي يتكسي مناسكي العامية الكلية متعددة تخصصات في سلوان وكن غي خضرشة لكن صراحة دعال وسل إغضاء ولكن لظروف صحية يتعذى الخاص بحضور فنسأل الله أن يشفيه آمنين يا رب العالمين فقد عاوز وغاستشكى الولد المار صراحة الجفن والجفن زي المنبارية نظر أنشقام مرة أستدار كلية متعددة تخصصات بالنظر وهنيئة لكل متخرجين فوج القانون الخاص وحنا فرحانين بزاف بزاف به التخرج ديالنا اليوم وكنتمنى التوفيق لجميع المتخرجين والمتخرجات واللي باقي ما تخرجوش واللي ما زال شاء الله هذي تخرجوه وشكرا بزاف لكم شكرا شكرا جزيلا شكرا 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 في الحياتين أجراء رشكوينك و لكنك في الكارو و أغلق المينو أجدت من الحياتين و صحيح بدأني مخصوص به ركوية بشذيع وغلق من الحالة هل تخير عمني كوريك؟ كيف لا يسمع؟ أي رحمة دي اليوم هو اليوم تخروز ديالي أنا فرحانة بالذباب خصوصاً حضرت معي الأم ديالي و هي كذلك فرحانة بتخروز ديالي و كان هذي لها التخروز ديالي لما بدأتهم من عنائن و مشقة في سبيل تحصيلنا العلمي أنا و إخوتي من بينهم سرور بحك الله لك عقبالية إن شاء الله تخروز ديالي اسم الكريم؟ غزان حيمبيت أنا في الحالة لما بثاف تخرجنا في 2021 وأكيد كان مجد تخرج ديالي وليد ديالي لصهرهم على نجاح ديالي وعلى توقعهم فكل شكر للوالدين ديالنا و الإخوان ديالنا وأكيد الأصدقاء ديالنا مرر كلمة للطريقة ديالي مرر كلمة للطريقة ديالي و الإخوان ديالي و للأسف الحجة شنو غادي تقول بمناسبة ديالي لنجاح ديالي و الحمدولي لله و راني قرحانا ببنتي و جميع قاعد طلبا و لكن إلى المحب دعي معهم شيخ ديالي إن شاء الله إن شاء الله العائلة وراني كان نفتخر بها الزايف ومتصوص وفرحها ديالي راني جاي من الجهة. بهزة اللي المميزم. ورشيدية. هذه جوام الرشدية. الإنتجتي بالجدار. هذه جوام الرشيدية من الصحراء. شكرا مبارك الله فيكو. والله تطور عمركم. هل يخذك؟ اشكر الأم ديالي. العبدالي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة